طبعاً أحد يقول لي التعافي يبدأ بعد أسبوع؟ لا لكي نكون مضحين هذا لا يحدث في أسبوع أو أسبوعين وأول ما أنت أحد يقول لي مدام أنت تحدثت عن أدكشن وإدمان معنى أكيد فيه أثار الانسحاب أعراض الانسحاب أعراض الانسحاب أعراض أدام شيء رهيب طبعاً نفس الشيء الإقلاع على الإباحيات عنده أعراض انسحاب أعراض انسحاب مزعجة جداً جداً بما فيها التشاوم والقلق والشعور بالتفكك والشعور باليأس وعدم الدافعية وأشياء كثيرة موجودة معروفة لكننا نتغلب عليها بالوعي العلمي والبديل صنع البديل نريد لدون العصبية للدماغ بفضل الله تبارك وتعالى التنافسية تسموها اللدونة تنافسية البلاستيسيتي هذي ما معنى التنافسية؟ معنىها زي ما المسارات القديمة اللي كونتها في خمس سنين أنت مع إدمان الإباحية خطت خطوطاً وأخاديد في دماغك بشكل عصبي وفعلاً أخاديدية يعني طرق في الدماغ الممارسات الجديدة سوف تنجح في خلق مسارات جديدة بس بدها وقت بدها وقت الحلو فيها أن الممارسات الجديدة تحمل معها مكافآتها الأحلى من هيك أن مكافآتها كونها ممارسات إيجابية ومشروعة وجيدة هذا لا تعمل على تآكل دائرة المكافآة بل تعززها رأيت؟ وهذه جزء مهم جداً في التعافي رأيت؟ لكي تتعافى لكن من أخطر آثار هي الآثار الإنسحابية لإدمان البورنوغرافي أعرف ما هو؟ شيء يسموها الموت السريري للجنس عندك فلات لاين أكيب تسمعته هذا وفيه فيلم حتى اسمه فلات لاين ومصطلح طبي كله صار زيروة موت سريري تيت لا يصير فيه عندك موت سريري للغريزة الجنسية أعجيب يعني هذا الشاب المدمن الذي كان بمارس ويصل للزيروة ولو بعد ثلاث ساعات لأنه مدمن من الزمان أو أربع ساعات الآن لما يترك كل شيء حتى لو كان متزوجاً يحسوا أنه لا يوجد أي شيء العلاقة بالجنس ولا شيء يثيره ولا شيء يحذرك فيه شيء وإذا كان متزوجاً المسكين ولا يستطيع أن يأتي أهله هذا هو من أول أصلاً عنده مشاكل ولا أبداً أبداً فبيخاف على حاله بعض الناس الذين لم يفهموا النقطة هذه برجع بإنتكس لماذا؟ للإباحيات عشان يطمئنوا أنه ما؟ أنه ما يخربش ما صارش عنين لا هذا أثر انسحابي تعرف لماذا؟ لأنه طول فترة الإدمان ما الذي كان يهيجك؟ ما الذي كان باستثيرك؟ الممارسات التقوصية إياها بنفس الطريقة أنت بطلت نجيب لك أجمل امرأة في العالم والله ما يمحرك فيك إشي لأن مخك تبرمج عبر عشر سنوات أو خمس سنوات أو ثلاث سنوات أنه اللذة والإثارة مش مع حيك مع الصور مع الأفلام مع الأشياء التي تشوفها مش تعملها فهم تكيف على إيه؟ هذا هي فاحظ المرأ ولا شيء فما تخافش بإجماع كل المختصين هذه حالة عادية وأثر انسحابي عادي وبرافقك شهرين وثلاثة إلى ستة أشهر ممكن ستة أشهر ما تتحرك فيك ما هو يمكن حتى تدائس ما تدائس ممكن بعد ثلاث أشهر أربعة خمسة ستة ترجع تستيقظ الغريزة هذه وتبدأ تشتغل طبيعيا بالشكل الطبيعي وسوف تكون سعادتك عارمة تفرح كثير فما تخافش فما تخافش من ظهر الموت السريري للغريلة الجنسية فيك هذا أثر انسحابي واضح الكل يعاني منه طبيعي 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 جدا لا تخاف لا تخاف واصل دون عيش أن يتخونك خوف أو يأس بإذن الله تبارك وتعالى اعمل العداد ما العداد طبعا تحدي الحكاية الحكاية ليس إقلاع يوم 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 ثلاثة لا 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 أنا على فكرة عندي فكرة متعصم إليها أنا أعتقد الإقلاع عن أي ممارسة أو أي عادة الحد الأدنى إله واللي ممكن ينجح مع كل الأشخاص دولة عزيمة صلبة شهر وأخذت من فلسفة الصيام أعتقد أنه شهر إقلاع كامل بيخليك تتخطى العقبة فلقتحام العقبة أو يعني النقطة الحريجة فيه نقطة حريجة ما لم تتخطها أنت منجحت لسه أنت في وادي الهلاك أي وادي الهلاك هذا الحد هنا إذا تخطيت السور هذا تكون نجوت من وادي الهلاك حد الأدنى ليس سبوع وليس سبوعين وليس ثلاثة شهر حد الأدنى وممكن يزيد عن ذلك لكن بحسب إيرادتك لكن هذا حكما تستطوم لا إله إلا الله فكر ربنا هنا عز وجل يعني مفتاق إلى صيامنا يسعد أننا نحن نعطشه وتعزب أبداً لكن الله عارف أخي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف والخبير أنه هذه العبادة السنوية الرائعة كم أحب الصيامنا عبادة من أروح ما يقول عصم بالله تعلمك كيف تتحكم في نفسك تصير أنت في التشارج أنت المتحكم أنت الضابط الأمور أنت الفاعل ليس المفؤول به تخيل أمام نفسك أمام كيانك أنت شهر كابل والصوم كما أراده الله عادي ليس صوم الطعام والشراب والجنس فقط والكذب والغيمة والنمية والإفتراف والإفتراف والجاهة الزور كله والسخفات واللغو الخور كله سيصطون الله بالدوية سألنا فيه الإنسان كريم شهر وكمل عادي لأنك ذاك وشاطر في كمس زر العبادة كمّل على هيك تكمل وتنجح الإنسان استثنائي ما شاء الله الله يكثر هؤلاء الاستثنائيين فالمهم يعمل عداد زي عداد الصوم عداد الحمد لله يوم بلا بورنو اليوم الثاني بلا بورنو هتقول لي في مواقع في مواقع أنصح أن تشترك فيها أنصح كل الشباب بصراحة أن يشتركوا فيها وخاصة هذا الموقع الذي كان له عدة مرات yourbrainonpol.com وموقع nofab.com معروف ما معناها nofab وفي موقع عربي جزى الله من أنشعوا والقائمين عليه وكم هم وناس فعلا نبلعوا الله موقع اسمه واعي ما أحسن هذا الموقع ما أفضل ما أعظم جهود القائمين فيه وطباء وعلماء وشباب تحفى مصري وبعدين شاركين فيهم كلهم العربي ولكن في الأصل بصراحة مصريون بارك الله بهم من أروع موقع عربي واعي اشترك في واعي وستستفيد كثير من الخبرات ومن الاستشارات ومن هذه المشاركة اشترك في واعي ستستفيد كثير كثير اشترك في هذه الموقع العالمية أيضا لماذا لا وإعمل عدادك وضعه قدامك أو خليه في تليفون وطبعا أنت تشعر بالنشوى عشرة أيام بلا قدرات اكتبها بلا قدرات عشرون يوم بلا قدرات تقول لي اخسار يا ريت واحد العشرين سقط طلعت خمس دقائق لا بأس اصحى تفكر عليك انت انتهيت وتدمرت أبدا واصل فالأخي عرف كيف تحسبها انت الآن قضيت أربعين يوم وانت كستمرتين عارف معناها صراحة لا تقول انتكست مرتين دخليها بعدين هذه ابدأ بالإيجابي ابدأ بالإيجابي قل ثمانية وثلاثون يوما بلا قدرات حال جدا من صح له جميل يومين انتكاسة لكن سوف نرى بعد ذلك سيصير عندك مئة وعشرون يوما انتكاستين ما ثلثت صار لك مئة وعشرين يوم كم شار يعني أربعة رهيب مئة وثمانون يوما ثلاث انتكاسات لا بأس معنا بصير على فكرة كل ما تواصل في النجاح بتصير احتمال انتكاسة أضعف أضعف ما بتلاقيها أشياء مغرية هذه يوم عني يوم شارع يوم بتصير تقذرها تتقذرها وتكرهها بتأسطل كرهها فيك وهكذا إلى أن تصل إلى الدرجة التي خلاص ما عاد أبدان وتبدأ زي ما قلنا تعود إليك طبيعتك السوية تصير تعشق زوجتك أو تعشق النساء بشكل عام طبعا مش عيب إنك تعشق النساء تعشق الأنثى هذا الشيء طبيعي ربا العيب إنك تنظر إلى ما حرم الله تطمع في ما حرم الله تتلصص على ما حرم الله تفعل مع هذا العيب بس مش عيب إن يحبنا الأنثى طبعا إنه يقال الحب بائلية من دنياكم ما قالت زوجاتي قال الطيب والنساء هو يحب المرأة بما هي مرأة طبعا طبعا وجُعلت قرة عيني في الصلاة تشاهد الجميل وحط النساء مع الطيب النساء من أجمل أشياء في الحياة حديث بوريدة قال الصحابة الجيل بوريدة بالحصير قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي الطالب كرم الله واجهه يا علي لا تتبع النظرة النظرة مفعول به عوة مفعول به ذاني لا تتبع النظرة الأولى يعني النظرة الثانية فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة ماشي أنت في الشارع سيارة كلها ليس عرج لك شاهدت بنت حلو كذا استغفر الله طلعيش واقف على الكاسة بدفع شميت ريحة شاهدت بنا فتاة جميلة ما طلعيش تحس بالقوة ستقول لي كان حس بالحسرة لا لا والله مجرب سأقول لك السلام جرب كثير جربوا جرب انت والله تشعر بالسعادة قال عليه الصلاة وأفضر السلام النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها لله أبدله الله حلاوة الإيمان جدها في قلبه تحس بنشو هايكو بلجر جرب وتعالي كذبني هايكو بلجر هايكو بلجر هايكو بلجر سعادة غير عادية وبعدين الجزاء من جنس العمل انت عملت هيكو وضيت بصرك مجرد نظر الفتاة كذا بتروع عند أهلك سبحان الله يزينها الله طبعا انا احكي لكم شيء اليوم خطر لي والله سبحان الله العظيم ومن آيات الله يا أخي انا قرأت في صلاة الجمعة آيات سورة النور صح قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أي نظرة شاهية أي نظرة لما لا يحل ما قالش أبصارهم لو قال أبصارهم نقعد عين شعوميان نقع نخبط في الشوالع لا لا الله قال لك عادي ما تكون متزبك ما تكون فناتك هيك خليك عادي شوفت شيء محرم ما انظرش خلاص شوفت شيء لا لا حاشا يلا واضح فالله قال يعضوا من أبصارهم يعني المطلوب الغضي عن عما حرم الله عما لا يرضي الله ويحفظ فرج كأنه قال لك طريق حفظ الفرج غضي غضي البصار طبعا لو سألت أي عالم في الأعصاب وفي علم الجنس قلوا مين أكبر عضو جنسي في الإنسان ما سأقول لك البرين الدماغ طبعا أكبر وأهم عضو جنسي يعرفين ما هو الدماغ الجنس تسعي في المية هنا هنا ليس في الأعضاء نفسها طبعا تعرف أنت معظم حالات العنة والضعف والعجز الجنسي أسبابها نفسية ليس عضوية ما رأيك الكمية الأكبر منها نفسية الدماغ كيف يتفكر وكيف يتخير وكيف يتوهم وإيش بده وكذا هذا هي القضية كلها في الدماغ بتصير واضح فالله قال لك طريق الحفظ يبدأ يحفظ البصر ترجمة نانسي قنقر